بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة الجماعة مسألة الاقتداء بالإمام من خارج المسجد اختلف الفقهاء إذا كان المأموم خارج المسجد القول الأول قالوا شرط صحة اقتداء المأموم بإمام إذا كان في داخل المسجد شرط واحد فقط وهو أن يسمع التكبير أما إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه يصح الاقتداء به يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام من خارج المسجد وهذا على المذهب الحنبلي لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون المأموم يسمع التكبير من الإمام الشرط الثاني أن يرى الإمام أو المأمومين إما في كل الصلاة أو في بعض أجزاء الصلاة إذن هذين الشرطين إذا تحققا فإن المأموم إذا كان خارج المسجد صح أن يقتدي بالإمام على المذهب الحنبلي فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى الإمام أو المأمومين من شباك داره مطلة على المسجد وصل في بيته ومعه أحد يعني معه شخص آخر يزيل فذيته يعني يزيل أن يكون منفردا خلف الصف على القول بأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف قالوا فإنه في هذه الحالة يصح أن يقتدي بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام والمأمومين حتى ولو كان في بيته هذا على القول أو على المذهب الحنبلي على أنه يجوز للمأموم خارج المسجد أن يقتدي بالإمام حتى ولو لم تتصل الصفوف لكنه يسمع التكبير ويرى المأمومين إما في كل الصلاة وفي بعضها قالوا أنه يصلي وتصح صلاته واقتداؤه القول الثاني في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة لأن الواجف الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم للإمام في الزمان وفي المكان وأبن عثيمين قال الصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد لا بد أن تكون الصفوف متصلة فإن لم تكن الصفوف متصلة فإنها لا تصح الصلاة وعلى هذا لا تصح صلاة جار المسجد من بيته إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ويسمع التكبير على هذا القول وكذلك يقول ابن عثيمين بهذا يندفع ما أفتى به أو ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذيع قال لأن هذا القول اللي هو القول الأول أنه إذا سمع التكبير ورأى المأمومين في جزء من الصلاة وإن كانت الصلاة غير متصلة قال هذا يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة والذين حول المسجد كل يصلي في بيته ويؤدي إلى إبطال الجماعة والجمعة ولا بد من تحقيق مقصود الشارع بتحقيق صلاة الجمعة والجماعة بأن تكون في مكان واحد وتتصل الصفوف ويسمع الإمام في الصلاة ويتابع في الزمان يتابع الإمام في الزمان وفي المكان هذا القول الراجح والله أعلم مسألة الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة من هذه الأعذار المرض التي إذا تلبس بها المسلم عذر في أنه لا يأتي الجمعة ولا يأتي الجماعة أول هذه الأمور المرض فيعذر بترك المرض يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة بسبب هذا المرض والمراد بالمرض هنا المرض الذي يلحق المريض منه مشقة إما أن يشق عليه أن تشق عليه الذهاب إلى الجمعة والجماعة أو تزيد في مرضه أو تزيد في مرضه أما إن كان المرض يسير لا يتأثر فلا يسمى ذلك مرضاً مانعاً من صلاة الجمعة والجماعة إنما المرض هو الذي يلحق يلحق بالإنسان أو يلحق الإنسان منه مشقة دليله قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وهنا نفي الحرج عن المريض يدل على أنه لا تلزمه الجمعة والجماعة إذا تلبس بهذا المرض لنفي الحرج عنه إذا ترك الجمعة والجماعة وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضى تخلف عن الجماعة مع أن بيته صلى الله عليه وسلم كان قريب إلى المسجد أو كان بجانب المسجد فدل ذلك على أن المرض عذر يترك به أو يجوز لمن تلبس به المرض وكان يشق عليه أن يترك الجمعة والجماعة ولا حرج عليه في ذلك والله أعلم وأحكم